اه ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن المواقع الملتي لانجوز يعني اللي هي المواقع متعددة اللغات وطبعا دي من ضمن الحاجات اللي بتبنتسئل عليها كتير او بتواجهنا ان احنا ممكن حد يكون عاوز يعمل موقع يكون اه اللغتين يعني اللغة العربية مثلا وانجليزية او لغة عربي وانجليزي وفرنساوي عربي وانجليزي والتركي يعني ايا كان لو الموقع بيخاطب اه اكتر من اه لغة يعني فاحنا عندنا هنا في اه يعني اتنين مصار لموضوع اللغات يعني اتنين مصار فيه المصار الاول اللي هو انت بتعمل ترجمة تلقائية يعني ترجمة اوتيماتيكية وفيه المصار التاني ان انت بتترجم بنفسك وده على حسب الموقع والمحتوى اللي انت بتقدمه وكذا حاجة كده احنا عندنا فيه مجموعة من اللي بتقدم الخدمة دي ولكن يعني احنا هنشوف اللي هي الايه الاكثر يعني معروفة او مشهورة او اللي هي الكويسة يعني ففيه عندنا في المدرسة الاولى او المصار الاول اللي هو الترجمة التلقائية عندنا فيه ثلاثة البلاجينز دول في عندنا جي ترانسليت وترانسليت بريس وجوجل بويب سايت ترانسليتور دول موجودين بشكل مجاني على الاضافات نقدر ندخل على الاضافات اد نيو بلاجين احنا حتى لو كتبنا كلمة ترانسليت بس هيطلعوا لنا كلهم يعني هنلاقي اه طبعا هم اول واحد اهو ترانسليت بريس اللي هو جي ترانسليت وتاني واحد اللي هو الترانسليت اه بريس اللي هو ده وثلاثة واحد جوجل لانجوش ترانسليتور اللي هو ده فاحنا دول كلهم بيقوموا بنفس المهمة وبنفس الطريقة والطريقة واحدة يعني لكن لو احنا دلوقتي حبنا نجرب يعني الاسهل والافضل فيهم هنروح لجي ترانسليت ده نموذج منهم كلهم بيمشوا بنفس الطريقة وده دلوقتي احنا بنشتغل فيه الترجمة التلقائية هنعمل تنصيب للبلاجين وانفعله واصبح كده مفاعل هنروح للسيتنج هنلاقي السيتنج هنا او ان احنا ممكن نروح بالاعدادات هنلاقي جي ترانسليت ونلاقي فتح معنا بهذا الشكل طبعا ممكن الوجهة باللغة الانجليزية فممكن يحصل لغبطة شوية فان الوجهة باللغة الانجليزية بي فيه حاجات كتير يعني ملوحة كده فانا بفضل اروح لحسابي في اعضاء حسابك واخلي الموقع دلوقتي وانا بعمل الاعدادات بالانجليزية اخلي اللوحة التحكم تحديدا مش الموقع كله بالانجليزية واروح تاني لسيتنج جي ترانسليت عشان تظبط بالشكل ده هنا طبعا شوية اعدادات عادية جدا يعني اول حاجة بقولك شكل عرض اللغة يعني اللغة هتظهر ازاي برا ما مفهود ان اللغة دي هتظهر برا هنا هي لسه من الظهرة هتبقى موجودة فوق مثلا هنا فبيقول لي شكلها هيبقى عامل ازاي في عندنا كزا حاجة فيه فلوت اللي هي بتبقى زي الماشية مع الشاشة كده زي زي الحاجة اللي تحت دي كده فلوت وفيه nice drop with flags يعني زي drop down كده هنفتحها هتنزل الاعلام ودي كلها اشكال مختلفة ممكن نوع نجرب فيها مفيش اي مشكلة احنا ممكن نشوف مثلا flags فبيديني هنا الشكل يعني هو هنا بيديني الشكل اللي هيزه nice drop with flags اللي هو زي كده نفتح نلاقي اللغات اللي انت اخترتها هنا pop up pop up بيعمل كده تفتح معي pop up بهذا الشكل اختار اللغة اللي نعيز ده العميل او الزائر هو اللي بيعمل الكلام ده في drop down فقط كده مكتوب فيها اسم اللغة تقدر تغير وطبعا flags دي شفناها وفيه flags and drop down يعني الاتنين مع بعض ممكن كده او كده وفيه flags مع اسماء الاعلام بالشكل ده والlanguage code اللي هو ar يعني عربي مش عارف en يعني انجليش اكواد بتاعت اللغات يعني وفيه language names اسم اللغة نفسها كده codes الكودز الوحدها وانا مش بفضل ده ان فيه اسم مش هتفهم ده وفيه globe اللي هي الكرة الارضية ولما اضغط عليها يفتح لي الاعلام اللي انت مختارها انت ممكن تختار لغات معينة مش كل ده طبعا دي اشكال مختلفة ولكن احنا دايما بنبقى عندنا اما float هي الكويسة شكلها يعني معقول ان انا افتح كده واسم اللغة او ان انا اشوف nice drop down برضو دي هتبقى سهلة للناس وفيه drop down برضو ممكن بس انا بعتبر ان اللي فيها اعلام بتبقى احسن او ممكن flags تمام فاحنا بنشوف الشكل اللي احنا عايزينه نفترض ان احنا عايزين شكل ده بنحدده وبعدين بنقول له translate from a يعني ايه اللغة اللي هترجم منها انا الموقع بتاعي اصله ايه عربي يبقى انا هترجم من العربي تمام بعد كده هنيجي هنا تحت ما فيش اي حاجة هنعملها يعني غير حاجات نشوفها كده في الاعدادات show in menu تمام دي هتظهر في اللي هي المينيو الرئيسية مثلا دي كلها حاجات اعدادات عادية وبعدين بنيجي تحت هنا نختار اللغات اللي احنا عايزين نترجم لها طبعا احنا عندنا عربي هنشيل الصيني دي هنشيل الدوتش الدوتش دي اوش عارف الماني ولا هولندي انجلش تمام فرنسي الماني ايطالي ممكن اقول مثلا اه الشي اللي برتغالي خلي كده هحط اسباني توركي يعني نقدر نحط ايه اللغات اللي احنا عايزينها وممكن يبقى لغتين تلاتة بس براحتك يعني تمام بعد كده بنعمل اه سيف قبل ما نعمل سيف نشوف هنا اه يعني هنا دلوقتي بالنسبة للغات يعني اللغات هو حطت هنا الانجليزي حطوا بريطانيا العالم بريطانيا فبيقولك انت عايز الانجليزي يبقى ما فيه ممكن انت تكون مثلا في دولة اه يعني اصلا في امريكا فانت حطت له فانت بتخطب الجمهور الامريكي فاقول له لا انت خليلي العالم اللي خاص بالانجليزي اللي ايه اليو اس اي او ممكن اقول له الكندي لو انا في كندا تمام نفس القصة في البرتغالي اللغة البرتغالية بيتكلموها في البرازيل برضو فانا لو انا في البرازيل وعمل لغة برتغالية فانا مش هحط علم برتغالي لحط علم البرازيل والازباني طبعا بقى نلاقي في المكسيك والارجنتين والكولومبيا والفرنساوي في كيبك اللي هي في فرنسا في كندا عفوا بتكلمه فرنسي فانا لو في كندا ممكن اعمل الانجليزي يبقى كندا مثلا وكيبك مقاطعة كيبك الفرنسية تبقى كده لو انا بخاطب الجمهور الكندي اما لو انا مش بعمل كده خلاص ممكن احط مثلا اخليها زي ما هي وانزل تحت كده واعمل سيف للاعدادات دي مفروض الاعدادات اللي احنا عملناها دلوقتي ان احنا قلنا انها تظهر في الصفحة الخاصة في القائمة الرئيسية وكده من المفترض انها تظهر بشكل تلقائي في القائمة الرئيسية وبترجم برده بشكل تلقائي بناء على جوجل او كده يعني بترجم كأنه بترجم الموقع على جوجل بس هو بترجمه الواحدة مش لازم اخد الموقع وارروح لجوجل والكلام ده احنا دلوقتي عملنا سيف بعد ما عملنا سيف هنروح للصفحة الرئيسية تمام هنلاقي هنا ايه الحاجات بتاعة اللغات الموجودة ممكن تكون محتاجة تنسيق او حاجة الشكل ده ممكن يعني لو مش عاجبني اغيره احنا مفروض عملناها الاعلام ما عرفش عملها كده ليه ايا كان هنشوف يترجم القيمة ويترجم المحتوى كله كأن الموقع تحول الى لغة تانية خاص يعني اه حتى هنا يعني انت حتى البتاع اللي فوق ده ترجمه اللي هو بتاع اللوح التحكم عشان موجودة في الصفحة يعني نرجع تاني ليه ونقول له احنا اخترنا بس هو عملها بشكل مش عاجبنا فممكن ايجي وقول له هاتلي الفلوت الفلوت دي تمام الفلوت اللي هي الشكل ده بس هقول له ما تظهرها ليش بقى فين في المينيو تمام او اخليها بالمينيو ونجرب كده نشوفها يعملها ايه انه وفيه طريقة تانية ممكن نعمل بيها الموضوع بالشكل ده برضو تقدر تختار اللغة طبعا هو كان معمول على التركي اللغة العربية اللي هي الاصل الموضوع نرجع تاني ممكن بقى ان انا ما اقول لهش يظهرها في مكان بس انا اخد الكود واحط في المكان اللي اعايزه يعني انا ممكن دلوقتي اجي اقول له ما تظهر لهش في البرماري ولا في اي حتة ما تظهرهاش في اي مينيو تمام؟ وهاجي اقول له اخد الكود بقى الكود بتاعها اللي هو ايه اللي هو ده هنا في حاجة اسمها شورت كود هلاقيه موجود على اليمين هنا في التعليمات دي وهعمل كوبي بس دي انا اخدها وانا احطها في المكان اللي انا عايزه يعني اقدر احط الصندوق ده في المكان اللي انا عايزه فانا كده شلته من القايمة ويجي اروح اشوف بقى اي مكان انا مثلا في القايمة هنا عاوز اعمل تخصيص الهيدر هنفتح الهيدر بنفسي وايه اروح بقى اشوف اي مكان انا عايز احط في الهيدر اه لو فتحنا الهيدر كده احنا طبعا على السيم اللي هو هنلاقي برضو استرا والحاجات دي كلها نفس الفكرة ممكن اجي اعمل هنا اقول له مثلا عاوز احط اه عاوز اشوف اه اشتغل زي كده يعني انا عملت كده اشتغل حطيت انا في المكان اللي انا عايزه تمام نعمل تاني كده انا روحت الهيدر ومن الهيدر اخترت في اي مكان انا عايزه يعني اخترت حاجة يعني ممكن اجي جنب لو انا عاوزها جنب القايمة اجي جنب القايمة كده واعمل اضافة واختار اتش تي ام ايل ومن اتش تي ام ايل دي اللي انا عملتها اختار الاعدادات بتاعتها واكتب الشورت كود هنا واعمل بابلش طبعا هنا طبعا ما ظهرتش في المعينة هنا بس تظهر برح زي كده بظهرت بشكل افضل يعني فقدر برضو افتح كده واختار اللغة وهكذا انت عندك الاختيارات ان انت يا ام تعملها عن طريق ان انت بتحدد مسبقا جوه هتظهر فين او ان انا باخد الشورت كود واحطها في اي مكان حتى لو حطتها في وسط الصفحة اروحت لأي صفحة يعني لو انا دلوقتي عندي صفحات هنا عندي صفحة اسمها من نحن دخلت في الصفحة دي وجيت قبل ما تبدأ الصفحة قلت له والله احنا عندنا فيه يعني ممكن تقرأ المقال باللغة باقي لغة تانية فاجي عند الشورت كود احط الشورت كود في اول الصفحة واقول له لما يجي يروح للصفحة دي لما يخش على الصفحة تمام؟ هيلاقي انه فيه امكانية انه هو يترجم الصفحة فانا ممكن اعمل الشورت كود ده على كل مقال او كل صفحة من فوق بحيث انا دخلت لقات الصفحة بالعربي يا دوبك هفتح كده اقول له ترجمها لانجليزي هيرح ما ترجم لانجليزي طب ترجمها لفرنسي هيترجمها لفرنسي فانا باخد الشورت كود حلوته ان فيه حرية احطه في المكان اللي انا عايزه بدل ما انا حدد بالزبط مكان واحد يعني وممكن احطه في اكتر من مكان مش يعني ممكن احطه هنا واحطه فوق واحطه ايها يعني فيه فوق اهي زي ما هي فيش اي مشكلة يعني فانا باخد الشورت كود ده بالنسبة لجي ترانسيليت وجي ترانسيليت اللي هو بيترجم بشكل تلقائي وهو سهل ومجاني طبعا ومن خلال الاعدادات نقدر ان احنا نحدد شكله تمام يعني انا لو غيرت شكله دلوقتي جده للشكل ده اه نايس دروب داون واعمل سيف هلاقيه تغير في كل الاماكن اهو تغير هنا هلاقيه بالشكل ده لو رحت لصفحة من نحنه هلاقيه اهو تغير بقى بالشكل اللي انا اخترته فانا من خلال الاعدادات بقدر اعمل التعديلات عليه واخد الشورت كود واحطه في المكان اللي انا عايزه تمام يعني بدل ما انا احدد هنا ان انا احطه في اه هنا شو مينيو بتحطه في مينيو معينة او قلت له لا هتحطه انا بقى احطه هنا بقى في حاجة اسمها شو ده بيبقى عامل ازاي يعني بيبقى حاجة ماشية معكم انت في الصفحة لو نزلنا كده عملناها تحت من عليمين تحت من عليمين اخترنا زي ده تحت من عليمين فبيفضل يظهر في اي صفحة تحت من عليمين طول ما ايه ما انت ماشي يعني يعني زي كده علامة الواتساب والحاجات دي اتصال اللي هي من تحت يقدر انه هو في الموبايل او في اي حاجة طول ما هو ماشي في الصفحة هي ماشي وطلع نازلة هي سابتة يعني ودوس على اللغة اللي انا عايزها بترجم على طول للغة اللي انا عايزها فانا عملتها هنا بالشورت كود وهنا عملتها من خلال الاعدادات دي اشكال مختلفة للجي ترانسليت وهو مش صعب هو سهل جدا وما فيوش اعداد كتير هي صفحة واحدة تقدر تختار اللغات اللي انت عايزها وتلغي اللغات اللي انت عايزها مفيش اي حاجة تاني